شهب لو لك انك تنصح مارس الكولر بشيء او تحذره من شيء من التراجي في المباراة دي تحذره من ايه؟ التحول الهجوم لفريد التراجي ممكن ده النقطة اللي بيظهر بيها التراجي قوة الهجومية خاصة خارج ملعبه ممكن دي احنا شوفناها في مشاهدين قدام فريد سانداونز احنا شوفنا سانداونز طول 90 دقيقة مستحوزة على الجيم بتضيع فرص بيستغل كل المساحات اللي موجودة في خط ظهر التراجي لكن بكورة او باتنين نادي التراجي بيلغي كل ده بيقدر ان يخلق مشاكل الدفاع المنافس بيستغل المساحات اللي موجودة في خط الظهر بنوع من انواع بقى التحركات اللي بيتمنى على اطراف الملعب ان يستغل رودريجو انه دايما بياخدوا الكورة في المساحة ويبدأ انه يستنى العيبة اللي بتيجي من تحت ويقوم بكرات العرضية او تبادل الكورة وبعد كده بيخش بومنتات الجزاء تعال نشوف الحالات والهدف اللي تم تسجيله من نادي التراجي في مرمى سانداونز واللي بيبين لك قد ايه هم جيدين في عملية استغلال التحولات الهجومية دي ممكن كورة الهدف كانت ضربت مرمى لفرق التراجي التونسي اتلعبت ممكن اتعامل معها ادفاع سانداونز نوقف بس الفرين ده لو بصيت على الشكل ده يا كريم هتلاقي ان فيه كسافة دفاعية جيدة بالنسبة لفرق التراجي لكن فيه مشاكل في عملية التمرجوس يعني المدافع الاخير واقف وساب مساحة كبيرة جدا بينه بين الهاب اليمين لفرق التراجي التونسي الرجل هيستغل المساحة انت بتكلم اتنين لعيب على اربع مدافعين من فرق سانداون ورغم كده ان هم نجحوا ان هم يقدروا ان هم يخلقوا حالة هجومية جيدة لفرق التراجي وسجلوا منها هدف دي ممكن المشاكل اللي بيبحث عنها التراجي دايما طول 90 ديئة يبدل افلك الجيم وقاعد مستني لعبة زي دي انه يبدأ يخلق بيها حالة هجومية على المنافس بتاعه ويقدر انه يسجل منها هدف نجحوا فيها قبام سانداون مش مرة نجحوا في مرة تانية وكانوا قراربين انهم يسجلوا هدف التاني كرة طويلة برضو من خط الظهر بتكلم من منطقة جزاء التراجي بتتلعب في المساحة لرودريجو بين اتنين مدافعين سباق الصرعة لصرح المهاجم البرازيلي فرق الطول وفرق البرجلو راجل خد الكرة في المساحة فضل ميكمل ارجع فريم يعني ارجع الفريم اللي قبل كده بصوا نص الملعبة كريم فيه لعيب من التراجي الكرة دي كان في الديها 83 و 83 سواني بعد 4 ثواني هتلاقي اتنين لعيبة من التراجي تنسي جوه منطقة الجزاء كميل الفريم كرة طلعبة بالعرض كميل الفريم اللي بعده اتنين لعيبة من التراجي جوه منطقة الجزاء اللعيب بيستلم الكرة طبعا استلام خاطئ وده ممكن بيلاك المشاكل في كوالة اللعيبة نفسها اي لعيب هيجيله كرة في الوضعية دي هحطها من مرة واحدة في الجون لعيب استلام ضايع كرة كتفرصة هدف تاني لكن عملية التحول والانطلاق بكل سرعة من لعيبة التراجي في التحولات الهجومية بيانا كده انه ممكن يخلق المشاكل واحنا عارفين ان ندفع النادي الاهلي في كرات اللي شبه كده دايما بيعاني حتى على المستوى المحلي دايما نشوفناه في مجرات البلدية فعملية الارتداد وعملية استغلال المساحة اللي دايما بتتخلق ما بين رامي ربيع او المساحة اللي موجودة ما بين رامي ربيع ومحمد هاني او لما كان موجود علي معلول مع محمد عبد المنعم فنتمنى ان وجود احمد نبيل كوكا ناحية الشمال فعملية الارتداد بتاعت المنافس لما تيجي على النادي الاهلي يكون فيه التلاتة وقفين بشكل جيد عملية التمركز كلها تبقى حسب وضعية المهاجمين الترجي التونسي ما يبقاش على الكورة ما نسرحش وانحنا دايما عندنا عكورة وانسيب المساحة وانسيب المساحة لعيبة الترجي دي ممكن النصيحة اللي أنا بقولها اللي مارس الكولر واحنا بنضغط قدام ما يبقاش فيه مساحات خالص للعيبة المهاجمين بتاعت ترجي في عملية التحولات لانهو ده اكل عشو بس